طيب إذا كان التسامح حلو أو كده طيب إيه اللي بيمنعنا من إن إحنا نتسامح؟ يعني إيه الأشياء اللي بتخلينا ما نقدرش نتسامح؟ أول حاجة الإيجو الأنا التمحور حول الذات أهم حاجة أكون أنا مبسوط وأهم حاجة مصلحتي والناس بعد كده تحرقوا فأنا ليه أتسامح مع الناس؟ ليه أحمل نفس إن أنا أتسامح مع أحد؟ حاجة الثانية دي الخلق والعجلة الناس ما بقاش عندهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول العجلة من الشيطان فقال لصبر الناس وقال لكمان فهمهم للناس سواء في حركتهم أو في معاملتهم الحاجة الثالثة هشاشة العلاقات يعني إيه هشاشة العلاقات؟ العلاقات ما بقتش متينة زي زمان العلاقات بقت هشة وسهل إن واحد يقطعها يعني يعني إحنا مش عوجة على قلب كتير أنا بدل ما تسامح أنا لسه هتسامح لا هتسامح ليه؟ العلاقة بما إنها علاقة هشة أتخلص منها وما بقاش حد مستعد إن هو يتسامح يبقى سهل إن أنا أقطعها حتى لو كانت علاقة مركزية في حياتنا على فكر زمان كانت جريمة إن واحد يقطع علاقته بأخوه لا 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 ممكن يقطع علاقته بأخوه يقرع علاقته بأي حد لإن العلاقات هشة ما بقاش زي زمان؟ الصاحب عادي جدا وتشوفوا حتى في الكلمات الناس حتى في كلامهم بقوا إن هم مش لقين أصدقاء مفيش أصدقاء ليه مفيش أصدقاء؟ لأن العلاقات حتى الصداقة بأت هشة الأمر الثاني أنا بقى عندي مشكلة ضخمة أكلمكم بصدق يعني توسيع مفهوم الأزة كلمة الأزة مفهوم الأزة ده اتوسعنا فيه قوي ده فلان ده إنسان العلاقة بتاعته علاقة سامة مؤذي مؤذي ليه؟ ده خلاني وأنا في وسط الناس وراح شدد الحاجة من إيدي عشان يلحق يمشي طب وما لا يمشي إزاي مهل لازم يشد الحاجة مؤذي فنسمي مثلا من الحاجات اللي بتخليني مثار إن نسمي اختلاف وجهات النظر إيه؟ أزة ده أزية بيأزيني ليه؟ عشان هو ما بيخلينيش أنا أقول وهو ما يقولش بقى حتى دي اسمها أزية فالناس اللي بيختلفوا مع بعض يبقوا مؤذين وإزايك بقول للناس دايما تلت تربع حقوقنا اللي عند الناس تلت تربع مظالمنا اللي عند الناس اختلاف وجهات نظر الحاجة الرابعة كمان الحساسية المفرطة وسوء الظن في الناس إيه الناس بقى وحساسين أضف لده رقم خمسة بقى المبالغة في استخدام مفهوم الكرامة ده أهني ده سعى كرامتي تبقى ده سعى كرامتك ليه؟ قال ندالي من غير ما يحط لقبي قبل ما يكلمني يعني قال لي يا عمر ما قال ليش يا دكتور عمر أهني ده سعى كرامتي وكمان شو يقل إيه؟ الحفاظ على كرامة في الناس وعلى سمعتهم إيه اللي حاصل؟ وعرضهم بيعملوا إيه بقى؟ الناس بقى التكلم في أعراض الناس وسمعتهم وكرمتهم بقى سعلة على السوشيال ميديا فبقى التسامح خف إزاي يعني؟ قال لك ما أنت لما تكون متعود أن أنت تتكلم على حد فأنت مش بتحس أن أنت عندك حاجة ممكن تسمحها ما أنت ممكن تأذيه يعني عادي تشتمه عادي فما بقىش فيه تسامح وكمان عدم التماث الأعذار للناس وسرعة إطلاق الأحكام عليهم وإحنا بقينا عاملين زي السواريخ في الحكاية دي كل الحاجات دي خلت الإنسان المعاصر يحس بالضيق وبقينا في أوقات بنحس كأننا وقفين لبعض على الوحدة مجاهزين بالأسلحة الثقيلة أن احنا نتشاجر مع بعض فانسينا التسامح اللي هو المعنى اللي بيملأ قلبنا بالوسع ده ويخلينا قادرين نتجاوز ونتغاضى وإحنا مرتحين البال بس لازم أقول حاجة مهمة التسامح ده مفهوم أنا دايما بحب حاجة اسمها مفهوم التسامح المتزن يعني إيه التسامح المتزن؟ التسامح المتزن اللي ما فيهوش تفريط ولذلك اللي ما فيهوش تفريط يعني إيه؟ ما حدش يقبل أنه ويوهان أو يوسب وإنما فيه نوع من أنواع منع الأذى آه ما تخليش حد يأذيك بس في نفس الوقت ما تسيبش حد يستهلكك يعني ما توصلش بما يتعلق بالتغاضي أنت مش قادر تتسامح التسامح اللي ما فيهوش عب فتتحمل أزية الناس وإنت مش قادر تتحمل ده فيؤدي ذلك إلى إيه؟ إلى أنك تستهلك وعشان كده حضرت النبي قال ليس للمرء أن يذل نفسه ليس للمرء ماذا؟ أن يذل نفسه قال وكيف يذل المرء نفسه يا رسول الله قال أن يحمل نفسه ما لا يطيق يبقى إذن لازم نعرف أن العافين عن الناس هنا بقى نشت غضة إيه؟ التسامح الرشيد العافين عن الناس ناس محبوبة من الله سبحانه وتعالى لأن دون اسمهم المحسنين والله يحب المحسنين والله سبحانه وتعالى يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله أجره على من؟ على الله فلذلك أفضل عبادة ممكن تطلب بيها أن ربنا يسامحك وأن ربنا يوسع عليك أنك تسامح الناس ولازم نعرف بقى إحنا عندنا حاجة فيه سمعة لازم نشيلها أن المسامحة دي ضعف وأن الإنسان الطيب ده اللي بيسامح ما ينفعش أنه عليه أهبر وعارفين أنتوا كده ممكن تكونوا بتقعوا في منع الخير عن الناس وبتديقوا الشيء اللي بيحفظنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا شوخوا الركع وبهاء مرطع وأطفال الرضع لصب الله عليكم العذاب صب إنما تنصرون بضعفائكم والناس اللي هم المتسامحين دول دولا بركتنا ده اسمه الاحتياطي الإنساني في الحياة المتسامحين دولا الاحتياطي الإنساني في الحياة لازم نبجلهم ونحترمهم ونساعدهم ونكون عوني لهم عشان الطيب مش مش اللي الناس بيقولوا عليه إنه ويتضحك عليه والناس تبهدلوا لا والله ده الطيب ده في حما ربنا وإيه اللي حاصل فمن آذأ وعلى فكرة الطيب المتسامح هو أقرب الناس للولاية وهو على قدم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين حضرة النبي عمل إيه مع مشاركه القريش على فكرة مش معمل كده مع مشاركه القريش بس لما في فتح مكة لكن ده هو حضرة النبي وهم بيقتلوه وهم بيئزوه بيقول Hey حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون فعمل يه حضرة النبي أول حاجة دعالهم إن ربنا يهديهم تاني حاجة حضرة النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم عمل ايه نسبهم إليه عشان يتشفى عليهم وبعدين اعتذر لهم صلى الله عليه وسلم وعلم سيدنا أبو بكر ده لما منع لما مصطح أزى سيدنا أبو بكر في السيدة عائشة عمل إيه؟ منع العطية اللي كان بيعطهاره فنزل قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أحب ورح مرجع إيه؟ ورح مرجع العطية بتاعته المتسامح مش مهدر للحقوق المتسامح بيحفظ حقه بعدل ويقين وسماح